أيها الأحباب الكرام من فضائل سورة طه ذكر بعض الصالحين أنها سبيل للجمع بين الأحبة إلا كان شيء واحد عنده شيء حبيب وبعيد عنه وأرد الله أن يجمع بينه وبينه كان غريبا أو تائها أو خرج ولم يعد وأردت أن يجمع الله بينك وبينه ما عليك إلا أن تقرأ سورة طه لأن ربنا عز وجل سيتكلم على واقعة الجمع والوصال التي حدثت لأم موسى عليه السلام أم موسى لما سوف ترمي ابنها في اليم وسوف يأخذه اليوم بعيدا إلى عدو لي وعدو له سيدب إلى فرعون وبقيت أم موسى تذكي وذكرت رب العزة الله تعالى وعدها وأقر عينها ورد إليها مرة أخرى سيدنا موسى فوقت جمع الله بين الأحبة وذكر الصالحون من أهل التفسير أن هذه الصورة إذا قرأت بمية الجمع بين الأحبة أو الجمع بين الأباعد فإن الله يجمع رغم الظروف صعبة فأم موسى رمت ابنها في اليم واليم أخذه إلى قصر فرعون وفرعون له كهنة قالوا هذا هو الذي سوف سوف يقضي على ملكك وعرشك ومع كل هذا لم يستطع فرعون أن ينتبه ثم رده الله تعالى إلى أمه لما حرم عليها المرابع كلها وصارت موسى عليه السلام يعيش في البيت الفرعوني وأمه تتقاب أجرا على ذلك وهم في أم وأمان وسلم وسلام ليس بأمان فرعون بل بأمان مالك الملوك جل جلاله فمن فضائلها أن هذه الصورة تجمع بين الأحبة كذلك فضائلها كثير أيها الأحباب أختم بفضيلة مهمة نحن في أمثل حاجة إليها في عصرنا هذا وهي قضية الإضطراب النفسي النفس الذي يشعرون بالإحباط ويشعرون بالخوف ويشعرون بالقلق ويشعرون بالدجر ويعيشون حياة ضنكة هناك أناس عندهم المال عندهم السكن الواسع وعندهم المركب الفاره وعندهم التجارة الكثيرة وعندهم جمال في الصورة وعندهم نجاح في الحياة وعندهم شواهد عليا وعندهم مراكز في السلطة وعندهم نفوذ عندهم كل شيء لكن تسلب منهم خاصية الحياة الطيبة تسلب منهم الحياة الهنية تجدهم يشعون بالقلق وبالخوف وباليأس وبالدجر والكثير منهم يقصدون العيادات النفسية أو يقصدون أشياء متعددة من أجل الترويح عن النفس ولا يكادون يصلون إلى هناء ولا إلى سعادة سورة طاغى من شأنها أنها تعالج الإضطراب النفسي من كان يشعر بالخوف ويشعر بالقلق ويشعر بالهم فإن الله تعالى يبعد عنه الشقاء لأن في مطلعها ماذا يقول الله عز وجل طاها ما أنذلنا عليك القرآن لتشقى فكان النبي الكريم يقول لا شقيت لا شقيت لن يشقى أبدا وقال ربنا عز وجل في ختامها فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضلقى ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فهذه الصورة فيها علاج رباني علاج سري من يقرأها تزل عنه الاضطرابات النفسية وتزل عنه الأحزان والأكدار وتزل عنه المعيشة الضلقى ويعطيه الله تعالى حياة حلوة رغم الضروف صعبة نحن الآن في الحجر الصحي والناس يخافون من أزمة الكورونا ونعلم بأن في هذا ثلاث أشهر المتوالية من الحجر الصحي عدد كبير من الناس أصيبوا بأمراض نفسية لا تعدنا تحصى هناك من شعر بالقلق الشديد هناك من عنده التشاؤم الشديد هناك من عنده القلق والهم والغم وهناك من حتى أنه عندي أصدقاء في الطلب النفسي أخبروني بأن المستشفيات النفسية الخاصة على ورشي الخصوص تمثل بالمرضى وبالاستشارات الطبية لأن هناك فئات يبقى الأمر سريا لا يحبون أن يتكلموا عنه فأبشر جميع الأحباب الكرام بأنه وداعا للأمراض النفسية وداعا للإضطرابات النفسية وداعا للحياة القلقة وداعا للمعيشة الضنكة بعد أن نقرأ ونتأمل ونتدبر سورة طاها تنجد الفرحة سنجد السرور وتنجد البهجة والحياة الطيبة تعالوا إذن نتأمل أيها الأحباب الكرام ماذا جاء في السورة قال ربنا عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى طه كما قلنا قيل بأنه اسم من أسماء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وقيل إنه من جملة الحروف المقطعة المفتتح بها كدس صور بمعنى أن القرآن العظيم نزل بسر عربي مبين وربنا عز وجل تحدى مشركي العرب بل وتحدى الإنس والجن على أن يأتوا بصورة واحدة من مثله وقد صيغ بهذه الحروف كان تحدي عظيم وطبعا لم يستطع أحد أن يأتي لمثل القرآن وقيل بأنها طه هي من الأسماء هي عبارة عن أرقام سرية لملكوت الله هذه الحروف المقطعة قيل بأنها أرقام سرية لملكوت الله مثل لما نقول كافاء يا عين صاب هذا رقم سري لما تقوله يفتح الله لك بابا من أبواب ملكوته ذكر ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية مجرد أن تدعو الله تعالى يستجيب لك حتى ولو كنت القوانين المعمول بها تنص على أن هذا لا يمكن ولا يعقل فكل القوانين تسقط وكل المنطق وكل الحسابات كلها تزول لأن هذا الرقم السري يفتح بابا من ملكوت الله ويعطيك الله الخيرات والبركات ما الله يعلم نحن نعلم أننا نؤمن بعالمين هناك عالم الواقع الذي نعيش فيه الآن وهناك عالم آخر عالم النور عالم الإيمان يسميه القرآن عالم الغيب الذين يؤمنون بالغيب فوق الواقع المزري الواقع المتوتر الواقع الشديد هناك عالم آخر عالم الإيمان فيه النفحات الربانية فيه العطاءات الكثيرة لا يعلمه إلا أهل الله أهل الله لقد ذاقوه وشموا رائحته ومنهم من وضع قدمه على أول العتبة ودخل ولا جائر الدخل لكن المحروم من بقي محاصر في العالم الواقع المتردي طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لماذا قد ربنا عز وجل يا محمد ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لأن مشركي العرب لما كانوا يجتمعون وكانوا يؤمنون بالحرية بعض الشباب المعاصر وبعض المنظمات المعاصرة تنادي بالشعار الحرية والليبرالية ويضلون أن هذا شيء جديد بالعكس هذا الأمر القديم مشركوا العرب الكثير منهم كان يعيشوا على الحرية المطلقة لا يريد قيودا في معصميه لا يريد حلالا ولا حراما لا يريد قوانين تمنع يريد أن يعيش على على عواهمه على فطرته ومن يقرأ الشعر العربي الجاهلي فيجد الشعراء يتغنون بالخمر وبالمرأة بأشياء غريبة جدا كلها تنم على الحرية المطلقة اسمعوا إلى طرف بن العبد البكري ماذا يقول ويتغنى بحريته في الجاهلية أنه لا يريد قيود ولا يريد تشريع ولا يريد النظام يريد أن يعيش في الصحراء مع خيله ومع النساء ومع الخمور هذا ما يسمى الآن بالوجودية هذا قديم ليس حديثا كما يقول الشاعر الجاهلي طرف بن العبد البكري ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجد كما قام عودي فمن هن سبق العادلات بشربة كميت متى تحل بالماء تزبدي وكرّي إذا ناضى المضاف محنبا كسيد الغضاء بالثورة المتوردي وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكلة حتى التراف المعمد كلام غريب وعميق معناه أن طرف بن العبد البكري مثل شباب عصره يحبون الحرية في الحياة كما نسمي الآن في أوروبا في الغرب هناك لبيتنيك ولهيفس يعني وحد الفرق الذين يرفضون القانون والقوانين عموما يعيشون على عواهنهم هؤلاء لما جاء الإسلام وجاء بالقرآن وجاء بالمبادئ والعقائد وسوف يأتي بالحلال والحرام وسوف يأتي بالتزامات التزامات كثيرة الإسلام والتزامات لما كان جبريل يأتي إلى النبي الكريم ويقول له يا محمد حدثني عن الإيمان فكذا يحدثه الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر والقدر خيره وشره هذه الامتزامات يقول له حدثني عن الإسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتوتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من صائر سبيلها وهكذا هذه الامتزامات فقال المشركون من العرب قالوا هذا القرآن جاء ليشقينا نحن كنا أحرار نعيش على حريتنا وعلى هواهينا الآن صارنا مقيدين وأول من شقي بذلك هو محمد لأن محمد أول صور نزت عليه اقرأ ربنا يقول له اقرأ وهو يعلم أنه أمي ماذا يقرأ ثم ثاني صور نزت عليه قال له يا أيها المدتر قام قام تأنذر مطالب بالإندار والصورة الثالثة نزت عليه يا أيها المزدمل قم الليل إلا قليلا مطالب بقيام الليل فقالوا إن محمد أنزل عليه القرآن ليشقى فقال ربنا عز وجل أبدا أبدا هذا القرآن لم ينزل عليك لتشقى أي والله لا جعله شقاء ولكن جعل القرآن لك رحمة ونورا ودليلا إلى الجنة اشتركوا في القناة